من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة على محافظة الحديدة كانت كفيلة بجرف مخيمات النازحين الفارين من ميليشيا الحوثي ومنازل السكان في عدة مديريات وتدمير البنية التحتية الهشة والضعيفة بشكل كبير آلاف الأسر من مديريات المنصورية وحيس والخوخة مشردة في مساجد ومدارس حكومية ومراكز إيواء بخدمات بسيطة وآخرون لا يزالون في العراء مع استمراره طول الأمطار وتدفق السيول وسط مخاوف من التلوث وانتشار الأوبئة في ظل عجز الحكومة والمنظمات الدولية عن تقديم يد العون واقع مرعب ومشاهد صادمة بدت عليه مختلف مديريات الحديدة حيث نشر ناشطون صورا لمواطنين جرفتهم السيول وآخرين مفقودين وصورا لمنازل ومزارع السكان تحولت إلى أطلال مياه الأمطار لم تدمر البنية التحتية فحسب بل جرفت مواشي المواطنين وطمرت السيول العشرات من آبار المواطنين ودمرت معها كل شيء وتحولت إلى مستنقاعات لمياه الأمطار والسيول بشكل يستحيل عودتها للسكن في مديرية المراوعة تتواصل السيول الجارفة التي تجتاح المدينة وعشرات القرى التابعة للمديرية من التجاهين جنوب وشمال المديرية مهددة بالغرق الكامل وباتت محاصرة وسط مناشدات السكان لمساعدة حقيقية وعاجلة لمساعدتهم في مديرية الخوفة لوحدها جرفت سيول الأمطار الغزيرة مخيمات العليلي والوعرة والحيمة والتي كانت تضم أكثر من ألف أسرة نازحة من حرب ميليشيا الحوثي وبحسب مصادر محلية فإن السيول دمرت خيام النازحين بالكامل وأتلفت مخزونهم من الغذاء ورغم عدم تواجد إحصائيات دقيقة بعدد الوفيات وحجم الخسائر والممتلكات الخاصة والعامة إلا أن السلطة المحلية في المدينة تقول إن إمكانياتها محدودة وأنها غير قادرة على تحمل عبئ إنقاذ آلاف النازحين في هذه المخيمات لوحدها وتأتي هذه المعاناة في الوقت الذي تواصل منظمات إغاثية نهب المعونات الخاصة بالنازحين بحسب ما كشفته تقارير صحفية مؤخرا اشتركوا في القناة